تنمية عقولنا، تنوير عقولنا، حياتنا الثقافية، تنمية أطفالنا، تأكيد على هويتنا المصرية والثقافية لشبابنا توثيق أحداثنا التاريخية وإنجازاتنا وإنجازات قيادتنا كانت واحدة من أهم أهدافنا كإعلاميين كانت واحدة من أهم أهدافكم كمثقفين وكوزارة ثقافة كانت على كل المؤسسات الحقيقة أنه هم يقوموا بدورهم في ده لأنه ده كان في غاية الأهمية لأنه المجهود اللي تبزل كان كبير جدا الإنجازات اللي تعملت كانت كثيرة جدا وكان علينا توثيق ده إزاي أنتم كوزارة ثقافة أكدتوا على توثيق كل ما حدث في 30 يونيو الحقيقة أن زي ما حدثت قلت أن وزارة الثقافة كانت هي الشرارة الأولى اللي انطلقت منها 30 يونيو كان المثقفين هم الدافعين والداعمين للتحرك يعني إحنا لو نفتكر من 11 سنة الوقت اللي تحرك في المثقفين تجاه وزارة الثقافة للاعتصام فيه طبعا اعتصام المثقفين وكانت الشعلة الأولى بالظبط للثورة من هذه اللحظة حتى الآن كان التوثيق كل ما يحدث في مصر هو مهمة رئيسية لوزارة الثقافة يعني إحنا بنشوف كمان مجموعة من البرامج اللي بتدعم توثيق وتأهيل وتعريف بما حدث على أرض مصر وما زال يحدث من إنجازات ومشروعات عندنا برنامج من أهم البرامج والمبادرات الموجودة في وزارة الثقافة هي برنامج أهل مصر البرنامج ده أو المبادرة دي بتاخد الشباب من المناطق الحدودية ومن المحافظات وبناخدهم للمشروعات القومية عشان نعرفهم دايما إيه اللي بيتم تقديمه الإنجازات اللي حصلت على أرض الواقع ده طبعا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي طلب في أكتر من مرحة إن احنا نعرف الشباب إيه اللي بيحصل في أرض مصر عشان كده أهل مصر بتعمل أكتر من ملطقة بتوعوا بتثقفوا بتعلموا بتنشروا الأفكار الإيجابية الوطنية بتأكدوا على الهوية المصرية يعني احنا بنحاول إن احنا كمان ناخد أطفالنا وشبابنا من الحروب الجيل الرابع اللي بتحاول تضلل اللي تحاول تقلل من الإنجاز اللي مبزول على أرض الواقع سواء المشروعات القومية سواء برامج دمناء الإنسان سواء ما يتم فيه مؤسساتنا التعليمية والتربوية سواء الإنجازات اللي بتخول احنا عندنا أكبر مدينة فضاء موجودة حاليا وبتبنى على أرض الواقع كل ده بيتم فيه خلال تعاون مع القيادة والدولة المصرية بالضبط والوزارات المصرية طبعا ما فيش وزارة تقدر تشتغل لوحدها بالضبط في تنمية بلد احنا النهاردة عندنا تعاون ما بين كل مؤسسات الدولة ما بين كل وزارات الدولة بنتكلم عن الثقافة بنتكلم عن السياحة بنتكلم عن شباب والرياضة بنتكلم عن كل وزارات الدولة فعلا يعني عصر الجزر المنعزلة والوزارة التي تعمل منفردة أو في معزل عن الوزارات الأخرى أصبح من الماضي كلنا بنكمل بعض الوزارات حاليا بنشوف مثلا عروض مصرحية في مراكز الشباب والرياضة شفنا مصرحة المناهج مع وزارة التعليم عندنا يوم ثقافي كامل انطلق العام الماضي واستمر معنا السنة دي يبقى فيه يوم تعليمي ثقافي فني لأطفالنا لأن هم دول جليل مستقبل هم دول الهدف اللي بنزرع جواهم بزرة الثقافة وبزرة التعليم وبزرة الفن عشان بعد كده نبقى نشوف نجوم في عالم الثقافة والإبداع والفكر وفي كل المجالات الحقيقة احنا بنبحث دايما عن ان احنا ننشئ جيل جيل مصري أصيل جيل مصري فخور ببلده فخور ببطولات بلده فخور بإنجازات بلده وفخور بكل اللي مرت بيه بلده من صعوبات وتحديات وقدرت تكمل ومش بس تكمل تقدرت تكمل وقدرت تنمي وقدرت تكبر